اشتركوا في القناة وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمام ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين الوقت يقال أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك يقال أن الوقت كالذهب إن لم تحرص عليه ذهب الوقت هو الحياة الوقت هو الحياة لأن أوقاتنا هي أعمارنا أعمارنا هي أوقاتنا فأعمارنا تتشكل من الزمن أعمارنا تتشكل من الوقت فالوقت كنزٌ عظيم الإنسان الزكي الفطن هو الذي يحسن استثمار الزمن هو الذي يحسن استثمار العمر فالوقت يتميَّز بجملة خصائص منها أن الوقت لا يقبل التخزين فكل ما يملكه الإنسان يقبل التخزين إلا الزمن فالوقت لا يخزَّن لا خزانة تحويه ولا تأويه هذه أولى السمات ثم أن من خصائص الزمن أنه لا يباع لا يشترى لا نجد دكانًا أو سوقًا يبيع الزمن فالزمن لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يورث ولا يرهن لا يقبل هذه الأمور قاطبةً ثم أن الزمن من خصائصه أنه سريع الزوال نودِّع سنةً هجرية 1445 ونستقبل سنةً هجريةً قماريةً جديدة 1446 1446 تمر الأيام سريعة تمر الشهور تمر السنوات والمؤمن الذكي الفطن هو الذي يحسن استثمار هذا الزمن ومن خصائص الزمن ومن خصائص الزمن أنه سريع الزوال كما قلنا ومن خصائص الزمن أنه يعقب الندم حينما يزول بلا استثمار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفلام ربُّنا جلَّ جلالُه أراد بنا خيرًا فأنعم علينا بأيامٍ مباركات أنعم علينا بالأشهر الحرم ثلاثةٌ سردٌ وشهرٌ آخر فردٌ فدٌ السرد ذو القِعدة ذو الحجة وشهرُ الله المحرَّم الذي نستقبلُه بعد ساعات ثم يأتي بعد ذلك شهرُ رجب وهو من الأشهر الحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر الله المحرَّم أفضلُ الصيام بعد شهر رمضان شهرُ الله المحرَّم وتتمةُ الحديث وأفضلُ الصلاةِ بعد الفريضةِ قيامُ الليل هذا الحديثُ النبويُ الشريف يُبرِزُ لنا قيمة شهر الله المحرَّم وبه تبدأُ السنةُ الهجرية والمؤمنُ الذكيُّ الفطِن هو الذي يستثمرُ هذه الأيام المباركات كما استثمرَ سائرَ الأيام استثمرَ شعرَ شعبان وشهرَ رمضان قيامًا وصيامًا وشهر ذي القِعدة وذي الحجة تقبَّل الله حجَّ حُجَّاجَنا الميامين هذه نفحات ربانية وزَّعها على السنة كلها فهي مبثوثة خلال السنة ومن فاته يومٌ يُعوِّضُه في أيامٍ أُخرى والصيامُ في هذا الشهر شهر الله المحرَّم تُضاعفُ فيه الأُجور تُضاعفُ فيه الحسنات من صيام وأفضل الصيام كما سمعنا في الحديث بعد شهر رمضان الصيام في هذا الشهر شهر الله المحرَّم والصدقات وإخراج الزكوات لمن توفَّرت فيه الشروط وسائر الأعمال الخيرية وفعلوا الخير لعلكم تُفلحون ثم تأتي عاشورا ومن صام يوم عاشورا أحتسب على الله كما قال نبي عليه الصلاة والسلام أنه يغفر السنة السابقة فإذا كان الصيام يوم عرفا يؤدي إلى مغفرة سنتين كاملتين السنة السابقة والسنة اللاحقة فهو استثمارٌ عظيم مع رب الله مع الله جل جلاله ومن فاته ذلك فهذه الأيام المباركة يستثمرها ثم يصوم يوم عاشورا وإن كان قادراً يصوم يوماً قبلاً أو يوماً بعداً وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أوقاتنا أعمارنا أعمارنا أوقاتنا يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد العم هو رسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعام الله مش في مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اطلق بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم اصطرنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك اللهم اتقبل حج حجاجنا الميامين اللهم اجعل حجهم حج المبرورة واجعل ذنبهم ذنبا مغفورة واجعل سعيهم سعيا مشكورة اللهم اتقبل منا جميعا صالح الأعمال اللهم إنا نسألك التقى والعفافة والغنى اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائل بلاد المسلمين اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال اللهم اصر إخوان مجاهدين في غزة وفي فلسطين اللهم ارحم شهداءهم اللهم اتقبلهم في عليين اللهم اجعلهم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رفيقا اللهم يربيش فرع اللهم يشفي مرضاهم واشفي جرحاهم وثبتهم وانصرهم لصر المؤزرة اللهم ثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان فأعن على طاعتك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وأقن الصلاة صلى الله عليه وسلم الله وسلم استهوا استقيم ورحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمنت عليهم غير المرضوب عليهم وغل الظالمين آمين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمنت عليهم غير المرضوب عليهم وغل الظالمين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله أكبر صفحتكم سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده اشتركوا في القناة